نقلت صحيفة عكاذ السعودية عن أكثر من مصدر أصفه سفارة قطر في العاصمة البريطانية لندن بمعقل صفقات المشبوهة وأفدت المصادر بأن الدوحة تقوم بشراء ذمم الأكاديميين والإعلاميين في لندن بالأموال خدمة لسياساتها المشبوهة تتواتر الأدلة والشواهد فتنكشف بجلاء صفقات قطر المشبوهة صحيفة عكاذ السعودية نقلت عن موظفة سابقة في سفارة القطرية في العاصمة البريطانية لندن وصفها بيئة العمل في السفارة بأنها فاسدة وعنصرية وأقرب ما يكن إلى عمل المافيا وتنقل الصحيفة عن رئيس شركة كورنرستون العالمية للاستشارات غانم نسيبة قوله إن سفارة القطرية تحولت إلى فرع بنك تغرق بعض الصحفيين البريطانيين والأكاديميين بالأموال من دون أن تتعرض لأي مسألة تصريحان يضاف إليه ما ثالث ناقلته عكاذ جاء فيه أن الدور الذي تلعبه السفارة القطرية يشبه عمل المافيا إذ أفسدت بعض الإعلاميين والأكاديميين بمظارف مليئة بالأموال وجندتهم بطرق ملتوية وحول طريقة تجنيد الأكاديميين أشارت المصادر إلى محاولات الدوحة في البداية التقرب من الأكاديمي عبر التواصل معه ثم يطلب دبلوماسيها من الأكاديميين كتابة بحوث أو تقارير لا تثير الشك في البداية ولا علاقة لها بالسياسة والمقابل رشاوى سخية جداً لمن يستجيب بعد فتح الدوحة قناة تواصل مع الأكاديميين تبدأ المرحلة الثانية من عملية التجنيد هنا يطلبون منهم كتابة مواضيع تدافع عن قطر والإخوان بحسب صحيفة عكاظ الحيلة نفسها تشتري عبرها سفارة قطر في لندن ذمة الإعلاميين المغمورين عرباً كانوا أم أجانب وبالنهج ذاته والإغواءات نفسها تجندهم لمصلحة سياستها المشبوهة وطمد الدوحة في دورها المشبوه في تجنيد المتعاطفين مع الإخوان عبر مركز إسلامي أقامته السفارة القطرية في منطقة مايفر حسب الصحيفة لمناقشة هذا الملف نرحب الليلة بضيفينا من لندن مؤسس مجموعة كورنرستون للاستشارات غانم نسيبة ومن واشنطن مدير برنامج السياسات العربية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ديفيد شانكر أهلاً بكم ما ضيفينا الليلة في سكاينوز عربية أبدأ معك سيد غانم بما أن حضرتك ذكر قولك في هذه الصحيفة في صحيفة عقاذ السعودية قلت أن السفارة تحولت إلى فرع بنك أغرق بعض الصحفيين والأكاديميين بالأموال دون أن تتعرض لأي مسألة أود أن أعرف منك ما الذي جعل أمور مشبوهة تسير بهذه الطريقة تمر مرور الكرام بدون رقيب ولا حسيب طبعاً سفارة قطر تتبع لمثاق فيينا 1961 لكن هم اخترقوا مثاق فيينا هذه علاقات بين الدول لكن هم اخترقوا المواثيق الدبلوماسية المتعارف عليها بأنهم شجعوا أكاديميين وصحفيين بريطانيين ومقيمين في بريطانيا أن هؤلاء الصحفيين برضو يكسروا القوانين للدولة التي عايشين فيها أو التي يتبعونها فعندنا هنا موضوعين خرق لقانونين خرق للنورمز الدبلوماسية حسب ميثاق فيينا لعام 1961 هذا بين الدول بين المملكة المتحدة وقطر الموضوع الأخطر هو إفساد الصحفيين أو محاولة إفساد كثير من الصحفيين والأكاديميين بأنها تعطيهم مضرفات كاش أنا هذه قصص سمعتها بشكل مباشر من أكثر من مصدر وما فيه دخان بدون نار كانت تسلم الأموال باليد سيد غانيم أم أنه كان هناك تحويلات بنكية في الموضوع أنا اللي اسمعته بشكل مباشر أنه تسلم بيد بمظاريف التحويلات بنكية ما في مشكلة لأنه ممكن مراقبتها خاصة إنها قطر الآن هي داعمة للإرهاب عندما يكون عندك كاش وتتسلمناش كاش لا تعرف أدي المبلغ فيه ألف باوند أو ألفين باوند أو عشر تلاف هذا للصحفيين فتخيل ما عملهم يعملون بالجماعات الإرهابية التي عليهم صلة فيها فعندك هنا بسبب عدم وجود تحويلات بنكية لا يمكن مراقبة أين هذه الأموال تروح وهذه أنا سمعتها زي ما قلت لحضرتك من أشخاص بشكل مباشر وأنا أطلب من الصحافة البريطانية أنها تحقق في هذا الموضوع لأنه أكثر من قصة ولا مرتين ولا تلاتي سمعتها عدة مرات مرارات كثيرة أي واحد له علاقة في السياسات الخليجية ويسكن أو يزود لندن ويتكلم مع السياسيين أو الأكاديميين الذين لهم علاقة بالخليج يعرفوا هذه القصص يعني هذا سر مفتوح أنا لا أعمل أقول شيء جديد لكن هذا الشيء معروف في هذا المجتمع الذي على اتصال بالسياسات البريطانية الخليجية أيضا سيد نسيبة أنه عندما تدفع الأموال باليد لا يطبق عليها الضرائب وحتى لا يتم التصريح بها موضوع سأعود إليك معك سيد غانم هنا نرحب مرة جديدة أيضا بضيفنا من واشنطن سيد ديفيد شانكر أهلا بك البعض يعتبر سيد ديفيد أنه البيئة الحاضنة لهذا الفكر المتشدد والمتوفرة في الداخل بريطاني هي من جعلت عمل السفارة سفارة دولة قطر إذا أمكنني القول جعلت عملها أمرا أسهل هل برأيك أول شيء أود أن أعرف رأيك في هذه النقطة وهل برأيك كنا لشهدنا موضوع مماثل في أي دولة أخرى أعتقد بأن لو كانت هذه القصة حقيقية فطبعا إنها مثيرة للقلق كثيرا فهناك سفارة لا تشتري فقط النفوذ وطبعا تغطية إيجابية ولكن أيضا احتمال شراء أو استعمال أموال لا يمكن تعقبها وفي أسوأ الحالات كما قال ضيفك مربما تذهب إلى الإرهاب أو على الأقل تستعمل تلك الأموال لدعم الإخوان المسلمين وفي منطقة مثل بريطانيا التي رأت وشهدت هجمات إرهابية والتي كما قيل في التقارير لديها مشكلة كبيرة مع التشدد محليا فهذه مشكلة كبيرة ومقلقة وهذا طبعا غير معتاد وغير ملائم لو كان هذا حقيقيا ولكن علينا تخيل بأن الحكومة البريطانية ستحقق في هذه التقارير وتتبعث رسالة قوية إلى قطر إذا كانت هذه القصص حقيقية فطبعا هي مثيرة جدا للقلق هنا أعود إلى سيد نسيبة في الموضوع نفسه تحدثنا عن أموال سليمة بلياد البعض أيضا ذكر اسمه في صحيفة عكاذ تحدث عن تحويلات مالية بنكية هي من كشفت كل هذه الأمور أود أن أعرف منك حضرتك تعيش في الداخل البريطاني كيف أثرت كل هذه الأفكار المكتوبة في المقالات أو في التغريدات على الرأي العام المعروف أنه منفتح على الجميع شوفي فيه أعراف ديبلوماسية تسمى القوة الناعمة وكل الدول من حقها أنها تتواصل مع الجهات المجتمع المدني مع الصحافة مع البرلمان كل الدول بتعمل هيك المشكلة التي نسمع من التقرير ومن المصادر التي يحدث في قطر أنها تتواصل بطرق وتدفع بطرق غير شرعية وغير اعتيادية فهناك شراء ذمم مخيف يعني هم كسروا كل الحواجز الدبلوماسية والأعراف الدبلوماسية أسسوا صحف ومواقع انترنت نيو سايتس يعني نشر أسماءها ويعني هذا هاي النيو سايتس لا يوجد على صفحاتها أي دعاءات مثلا دعاية فمن وين تجيب داخلها يعني هاي ترن لإدارة هذه المواقع تحتاج إلى ملايين الجنيهات يعني لندن مش بلد رخيصة فبدون مداخل من الدعاية على هاي الويبسايتس يعني ما سأل أي إنسان من أين تأتي هذه الأموال التي تقدر بحشرات الملايين كل سنة تصرف على على عدد كبير من هذه المواقع والتي تنشر أخبار كاذبة والتي تشتري ذمم صحفيين يعني يجب التحقيق يعني هذه أمور كلها كلها واضحة كل الأدلة موجودة من خلال الأدلة يعني 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 ممكن التحقيق فيها وهذا اللي أطلب منه أنه يجب التحقيق من مصادر تمويل هذه دعنا نسأل سيد ديفيد عن هذا الموضوع سيد نسيبة يعني إلى جانب هذه المواقع التي تتحدث عنها مقالات أيضا ذكرتها عقاد بالإضافة إلى مراكز إسلامية قرأناها أيضا في هذه الصحيفة أود أن أعرف من السيد ديفيد كيف يجب على الحكومات أن تراقب عمل هذه المراكز بالتحديد المراكز الدينية على ما يبدو في الداخل البريطاني لا تتدخل الدولة في من يمول هذه المراكز لو كانت هذه كما قلت هذه المراكز الثقافية أو الإسلامية أو هذه المؤسسات عليها طبعا أن تدفع الضرائب وتكون شفافة طبعا في شأن من يمولها لو أن الحكومة البريطانية مثلا أو الحكومة الأمريكية اعتقدت بأن هذه المؤسسات مثلا تغذي أو تدعو إلى أيديولوجية متشددة وبأنها ربما تستاهل التحقيق أو ربما بعد ذلك يتم إغلاقها وإذا كانت لديها علاقات بحكومات أجنبية فهذا سيخلق بكل تأكيد مشكلة دبلوماسية بين البلدين ونحن نعلم بأن هذا الشيء فعلته قطر منذ سنوات بطبعا تشديع التشدد في عدة دول من خلال دعمها للإخوان المسلمين وتقديم منصات تلفزيونية وتوفيرها مثل الجزيرة لطبعا الدعاية المتشددة والآن نرى بأنهم يفعلون هذا في بلدان أجنبية أعتقد بأن دولة مثل بريطانيا لديها خبرة فهناك العديد من الهجمات الإرهابية التي حادثت هناك عليها أن تنظر في هذا الأمر بجدية ولكن يمكن أن يكون هناك تحقيق واتيك المنظمات لو اتضح بأنها كانت مثلا هشة أو أنها طبعا فعلت هذه الأشياء فينبغي إغلاقها نستفيد من وجودكم معنا لنتحدث عن القرار القطري الذي صدر يوم أمس وأعفت بمجبه قطر مواطني ثمانين دولة من تأشيرة الدخول اعتبرت صحف دولية هذا القرار مستغربا خاصة وأن الدوحة ليست وجهة سياحية مفضلة نتابع ونعود لم تكن يوما وجهة سياحية مفضلة في المنطقة وها هي اليوم تحاول الترويج إلى أنها ستصبح كذلك فقطر أعفت مواطني ثمانين دولة من الحصول على تأشيرة لدخول أراضيها خطوة تحاول من خلالها يائسة لالتفاف على قرار الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب مقطعتها من الواضح أن قطر تحاول الحصول على التعاطف من خلال هذه الخطوة وتحاول توليد مداخيلها من التجارة والسياحة لكن لا أعتقد أن إعفاء ثمانين أو ثمانية دول سيغير شيئا فكل دولة من هذه الدول لديها معايير مختلفة وأولويات مختلفة بالتالي هذه الخطوة لا تعد عن كونها مجرد دعاية مدير الأبحاث في مركز ترينز ريتشارد بيرتشيل يتشارك وأهم الصحف العالمية كالوموند الفرنسية والسوارد بلجيكية تساؤله بشأن جدوى هذه الخطوة خاصة وأن قطر ليست وجهة سياحية للدول التي أعفت مواطنيها من تأشيرة الدخول بل حتى أن الكثير من الدول الثمانين دول غير مصدرة للسياح كما هو الحال بالنسبة للفاتيكام ومونكو والمالديف لكن الأخطر هو أن قطر بإعفائها هذا الكم الهائل لن تقوم بالتدقيقات الأمنية اللازمة على الوافدين عليها المسألة التي تقلقني هي عندما تسمح قطر بهذه الإعفاءات الواسعة بدون تنسيق أمني مع هذه الدول فهذا يطرح بعض المشاكل الأمنية دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أعفت عددا كبيرا من الدول لكن لديها القدرة على التدقيق الأمني المطلوب لكن كما قلت العدد ليس مهما فمن سيظهر ويتوجه إلى قطر مع هذا القرار وما يزيد الطين بله استثناء مواطني لبنان البلد العربي الوحيد من الحصول على التأشيرة الأمر الذي يستغربه كثيرون بينما يراه البعض الآخر قرارا مبررا بالنظر إلى العلاقة المشبوهة بين الدوحة وميليشيات هزب الله إذن كما تبعنا في هذا التقرير تم أعفاء مواطني 80 دولة من حول العالم من تأشيرة الدخول إلى قطر هنا أود أن أعرف رأيك في هذا الموضوع سيد غانم نسيبك كيف قرأت هذا القرار القطري الجديد؟ قرار مستغرب أولا الأهل والإخوة اللبنانيين موجودين في الخليج وكل دول الخليج مفتوحة للبنانيين من كل الطوائف باستثناء التي ينتمون إلى حزب الله الإرهابي قطر قامت الآن بفتح أبواب قطر لجميع الأطياف يعني بما معنى أنه فتحت أبوابها للبنانيين الممنوع يدخلوا الخليج اللي هم أتباع حزب الله فهذا طبعا بسبب العلاقة القوية التي تبنتها قطر مع إيران فهي الآن فتحت الخليج ومن خلال بوابة قطر إلى حزب الله لأن باقي اللبنانيين لا يحتاجوا يروحوا إلى قطر لأن كل الخليج مفتوح لهم فهون بسبب هذا الموضوع هي تشكل خطر قومي أمني على دول الجوار الخليجي والإقليم العربي بشكل أكبر الموضوع الثاني قطر تدعي أنها تساعد العرب والمساكين وكل هالأمور لكن ما في دولة عربية أعفيت من هذه التأشيرات إلا اللبنانيين اللي ممنوع يدخلوا باقي دول الخليج اللي هم تبعين لحزب الله يعني فالموضوع صار واضح حتى يعني ما في ما بدهم يخبوا على على سياستهم الآن اللي أصبحت معلنة كانت مخبية قبل هيك وهذا طبعا يؤثر على الأمن بالذات البحرين والكويت وباقي الخليج والسعودية الموضوع الثاني فتحت أبوابها قطر لدولة فنزويلا بعد أيام من العقوبات اللي وضعها العالم أمريكا والاتحاد الأوروبي بسبب الدكتاتورية الفنزويلية فهذا طبعا يعني هي تقف مش فقط ضد الجوار الإقليمي الخليجي العربي لكن هي تقف ضد المصالح الأمنية لكل العالم بطبيعة الحال سيد غانم التي أعلنتها البعض قلق تحديدا من هذه النقطة بالذات يعني الاعتبارات الأمنية وقد ذكرها عدد كبير من المحللين في المنطقة أود أن أعرف بالوقت المتبقي لنا من السيد ديفيد هل باستطاعة الدوحة التطقيق بأوراق يعني مواطنين من أكثر من ثمانين أو حوالي ثمانين دولة من حول العالم حتى تؤمن الأمن داخلها لا أعرف كيف سيؤثر هذا على الأمن في قطر طبعا إنه شيء غريب بالنسبة للبنان ولكن كما قلت تاريخيا نحن نعلم بأن قطر طبعا مولت حزب الله وخاصة بعد حرب 2006 إذن قطر ساعدت حزب الله في بناء طبعا في بناء نفسه في جبيل وفي العديد من الأماكن في جنوب لبنان حيث هناك الشيعة طبعا قطر أنفقت مئات الملايين من الدولارات على حزب الله وإيران أيضا هذا ليس مفاجئا ولكن أعتقد بأن هذا كما قلت حملة علاقات عامة وجهود قطر كما قلتم ليست وجهة سياحية إنهم فقط يريدون در التعاطف عليهم من حول العالم وكما قلتم فينزويلا طبعا إنه شيء مخزن بالنسبة لقطر وهذا يظهر التأثير الكبير الذي أحدثته هذه الحملة ضد قطر فلقد رأينا بأنهم أعلنوا في نفس اليوم موديز مثلا المكتب الاعتماني أو المؤسسة الاعتمانية طبعا قالت أو قلصت طبعا الدرجة الاعتمانية لقطر من مستقرة إلى سلبية وأعتقد كما قلت بأن هذا كما قلت إجراء فعلته قطر للحصول على التعاطف من المجتمع الدولي وللحصول ربما على دعم مالي يأتي من السياحة والنقد الأجنبي ولكن كما قلت أعتقد بأنه فقط فعل يائس من قطر شكرا جزيلا للمشاركة معنا مدير برنامج السياسات العربية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ديفيد شونكر والشكر يمتد أيضا لمؤسس مجموعة كورنرستون للاستشارات غانم نسيب من لطن ترجمة نانسي قنقر